احنا النهاردة بنفتح ملف مهمة اوي ملف مشروعات الطرق القومية احنا طورنا مساحات كبيرة جدا من الطرق القائمة واستحدثنا حوالي 7000 كيلو طرق كل واحد في منطقته بيسمع عن طريق جديد الدائري الاقليمي الدائري الاوسطي طريق العين السخنة بيتطور الكباري معرفش فين الطريق الساحلي كل الطرق اللي بتتعامل دي بتغير في حياة المصريين فيه طبعا ناس بتقول طرق ايه وكباري ايه مش كنا ناكل الاول مش كنتوا تعملوا كذا طبعا انا خلوني انبهكم لمسألة او انبه نفسي لمسألة مهمة ان اهتمام الدولة المصرية بمشروعات الطرق القومية ما يعنيش ابدا ان الدولة المصرية لم تهتم بالصناعة ولم تهتم بالزراعة ولم تهتم بالاسكان ولم تهتم بالتعليم ولم تهتم بالصحة ملفات كتيرة الدولة المصرية اشتغلت عليها خلونا النهاردة نركز في الطرق وانا بجهز للحلقة اعدت ادور على ماذا كان يحدث في مصر من سنين قريبة على فكرة كنا عايشين وكنا كبار كانت القاهرة مدينة مقفولة من الزحمة اللي يفتكر لما كنا نطلع على كبري نقعد قد ايه او نخش في طريق نقعد قد ايه ولما نيجي نجهز نفسنا اننا عايزين نروح مشوار نقول نص ساعة لا 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 مش كفاية طب ساعة لا 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 مش مضمون طب ساعتين طب ساعتين اضمن والمصيبة نوصل متأخر جبنا اخبار منشورة عن حال القاهرة والطرق في السنين ما قبل 2000 97 و2000 و2000 وكذا وانا بتكلم في الكلام ده وانا بجهز للشغل ده افتكرت اللي كان قاله الدكتور مصطفى مدبولي سيد رئيس الوزراء من سنتين في مارس 2020 لما قال سنة 2000 جبنا خبراء يابنيين يكلمونا او يدرسوا معانا حل ازمة القاهرة الخبراء اليابنيين وصفوا القاهرة للأسف وقتها وقالوا دي مدينة ميتة وانه كلها شوية وحتبقوا بتمشوا بالعربيات في شوارع القاهرة على سرعة من تمانية لعشرة كيلو والمشوار هياخد وقت قد كده الدكتور مصطفى مدبولي قال احنا اللي حققناه النهاردة في سبع سنين بيعتبر انجاز هو مرضيش يقول معجزة انا هقول معجزة قال بيعتبر انجاز كبير هذا الانجاز قالوا ياريت اليابنيين كانوا ييجوا يشوفوا احنا عملنا ايه مصر قفزت من المركز ال 118 في تصنيف جودة الطرق للمركز 28 واصبح عندنا شبكة طرق من احسن شبكات الطرق في العالم على فكرة انتوا عارفين الكلام ده معناقي عارفين الاثار الاجتماعية لتطوير شبكة الطرق عارفين يعني ايه نوصل اسرع نبطل نقعد جوه العربيات او الاوتوبيسات بنص ساعة والساعة نشم عوادم ونتخنق وننزل حالتنا النفسية وحشة وعصبيين وفي منتهى الغضب ده كان حالنا بقى حالنا ازاي ده اللي بنفتحه النهاردة في ملفنا احنا كنا بنستهلك بنزين قد ايه كانت عربياتنا والمركبات عموما سوى نقل عام او ميكروبسات او غيره دي قصادكو على الشاشة الكلام اللي كان بيتكتب في سنين كنا عايشينها سنة 97 وسنة 2000 عن اختناقات القاهرة عن ازمة الطرق احنا عشنا الكلام ده وشفناه وصاد عينينا وشفنا لما كانوا بيعملوا ندوات ويجيبوا خبرة ويحاولوا يقدموا حلول وفي الاخر اليابانيين يقولوا لنا القاهرة هتبقى مدينة ميتة القاهرة تختنق يا قوم ده اللي كنا عايشين فيه قبل شبكة الطرق القومية قبل انجازات الجمهورية الجديدة قبل وضع مصر في السبع تمن سنين اللي فاتوا المنشتات والجرائد القصاد حضراتكو دي دي الواقع اللي كنا عايشينه كنا بنضيع وقت وبيقولوا الوقت ملوش قيمة وملوش سعر نقعد في المواصلات ساعة واثنين وثلاثة وخمسة وننزل منكشين ومخنوقين ومش عارفين نتنفس ومتوترين لاننا متأخرين عن معادنا وعربياتنا في الشوارع تتشال وتتهبد والأوتوبيسات تتشال وتتهبد ونصلح العفشة ونغير مش عارف ايه ونحرق بنزين ونشم عوادم ده كان حالنا لما الطرق تتغير تتحسن توسع تنعم نبقى بنوصل لما يتعامل كباري تنقلنا من حتة لحتة بصرف النظر بقى عن اللي بيكتبوه على شبكات التواصل الاجتماعي واللي جان الالكترونية وأهل الشر واللي كرهنا ومش عايزين نفرح بأي إنجاز هحكي لكم حكاية انبارح كنت رايح أحضر فرح بتاع بنت حبيبتي وأبوها حبيبي في شبين الكوم خرجت من القاهرة فتحت جوجل أمشي إزاي يا جماعة جوجل خواجة جوجل قال لي هطلع على طريق بنها شبرة الحر وحمشي فيه وبعدين هنزل منه على الطريق الدائر الإقليمي دي على فكرة كلها طرق جديدة تصورت إن أنا عربيتي هتمشي لوحديها في الطريق بالذات إن بنها الحر في محطة رسوم وكانت الناس عملا تقول ورسوم وهتدفعونا رسوم يا جماعة ما هي الرسوم عشان نحافظ على الطريق ما حدش عايز يسمى اللحظة الوحيدة اللي كان طريق شبرة بنها الحر زحمة كان على محطة الرسوم في عشر حراط ورغم كده طابور العربيات للناس اللي اختارت تستخدم الطريق الحرير الواسع الآمن اللي بينقلنا من حتة لحتة من غير من الكعبل في مطباط وحفر وحوادث هل معنى كده إن اللي سيقين ملتزمين بالحراط وملتزمين بالكلام ده لا أحيانا طبعا الناس بتخرج من الحراط وبتاعك دي مسألة لسه محتاجين لناقشها مع بعض لكن الطريق حرير مشيت على الطريق ونزلت منه على الدائري الإقليمي ورحت الفرح وطبلنا وغنينا ورجعت على نفس الطريق سعيدة جدا ليه؟ لأن المشروعات القومية أثرت في حياتي أنا شخصيا خليتنا روح الفرح وأنا هادية ومبسوطة لأنا خايفة عربية تنط عليها تخبطني ولا طريق مخنوق ولا مطبط ولا حفر ولا حاجة تشلني وتهبدني المشروعات القومية بتغير حياة المصريين ترجمة نانسي قنقر